قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا ويلا نبدأ فيلمنا فيلمنا بيبدأ مع واحد واقف قدام سكن البنات كان الشاب ده قريب من سكن البنات وفي يومه هو واقف في الأسانسير بتدخل عليه بنت شايلة هدوم كتير لانه كان يوم الغسيل ووقتها مش بيشوفه الشهر مكان لكن تاني يوم لما بيصحب يلاقي نفسه لوحده وبيكون متأكد انه ده مش حلم وقال لي نفسه انه لازم يلاقي البنت دي وبيكون معاه واحد صاحبه اسمه رود بس بيكون شخص غبي جدا من تصرفاته اللي بيكون معلق احاديد تحته ما تفهمش مين غفله وقال له ده هينفعك ورود لما عارف ان ماسيو بيدور على البنت اللي عمل معاه هرز بلبن في الأسانسير قال له يا عم فكك في بناك كتير غيرها لكن ماسيو فكر رود بعدد مغامرات مع البنات لطحصة بيعرف البنت يومين من هنا وهي تسيبه من هنا لكن قرر يلاقيها لانه ارتاح لها وحباها والبنت دي كانت سايبة معاه ورب يقترع عليه يدور على النص التاني من وعجبته الفكرة وبدأ يدور على فتاة احلامه وبيجي فران كتير من المعامل بتاعت الجامعة وبيرميهم من الشباك علشان يعرف يدخل المكان والبنات بتخاف منهم وبتقعد تسره لحد ما يوصل لها وفي مرة وهو بيصلح التلفزيون واحدة بتيجي تتحدى يلعب معاه قرط طاولة وكانت حلوة وترهنه ان اللي هيخسر هيقلع حاجة من هدومه الاول بيقلع الاميس والتاني التشيرت والتالت الجزم وهكذا وبيسجل في مادة من المواد اللي فيها بناك كتير يمكن يلاقيها والمدرسة بتكون مش طيقة حد وكانت مش بتطيق الرجالة وكانت طول الشرح بتقولهم ازاي الرجالة بوازت العالم بوازوا عشتك الهية بعيدة وبتكون مدرسة خبرة وعرفة هم جايين ليه وكل سنة بيكون جاي لها اتنين علشان يشقطوا بنتين وحلفت لهم انهم هتسقط وفي مرة وهو في غرفة من غرف البنات وبيدور ودخل الحمام وبتدخل صاحبته الغرفة فاستخبه في البانيو وهي عرفت ان فيه حد في الغرفة وكانت هتعميه لولا انها تعرفت عليه وانهم كانوا صحاف في ايام السنوي وبتعالج عينيه وبيحكي لها هو بيعمل ايه وهي بتحس انه رومانسي وبتقرر تساعده وفي النهاية وبسبب مساعدة ويندي بيلاقي القطعة التانية بتاعت البنت وبيكرر يروح يكلمها وقعد يقولها انا بحبك وانا بقالي فترة بدور عليكي لكن طلعت ما بتسمعش ويعرف انها مش اللي بيدور عليها وبيحس باليأس وبيكرر انه يحط اعلان في جورنال الجامعة وكتب في الاعلان انه هيستنها في مكان كل يوم خميس عندهم خميس زينا وفضل كذا مرة مستنيها لكن مفيش حد بييجي لكن مرة ويندي بتدخل عليه علشان توسيه وبتاخده وتعشه سوا ولما بيخلصوا عاشها ويندي بيجي لها فكرة وهي انها تخلي ماسيو يتنكر كبنت ويطلع مع البنات ويرائبهم ويسمعهم بيقولوا ايه وبيطلع مع البنات يوم السابت علشان لما يذكروا يعرف منهم كل حاجة لكن ما بيعرفش يطلع منهم باي حاجة وراح لويندي بعدها وقالت له انت احسن حاجة تتعرف عليهم وحدة وحدة علشان ممكن تقابل اللي بتحبها وسطهم وبنيجي لسيليسيا ودي كانت اجمل واحدة في الجامعة كلها وكل الشباب نفسهم يتعرفوا عليها وطبعا ماسيو زيهم لكن لما بيبقى فرانشيسكا بيعرف يتعامل معاها وفي يوم البنات طلبت منه وشفر لهم قناة من القنوات لكن المرة دي بيهزمها شر هزيمة وبينتهي من اللي حصل له وهم بيتكلموا ودار بينهم حوار عن العنصرية بين الراجل والست وبيجيلوا فكرة عن الموضوع اللي هيقولوا في المادة اللي سجلها اللي دكتورتها عنصرية وبعدين بنشوف بنت اسمها دورة وكانت غريبة في تصرفاتها وكانت على السطح وطلع لها جارية علشان يلحقها وبيعرف انها مش نوية تنط ولا حاجة وبيعرف ان مفيش حد بيحبها وانها بتحب تقابل في المكان ده شوية ومسيو بيعرف انها مش مجنونة زي ما بيقولوا عنها وبيرجع لويندي بيقول لها ان تنقر فرانشيسكا ده هيجيب له مصيبة بتقول له ليه قال لها روك كان جاي يدور عليه وساعتها كان فرانشيسكا وده خلى رود ما يتعرفش عليه وفضلي عكسه وضحكوا هما الاتنين على الموقف وهو في طريقه بيعد على باتي ويقعد معاها شوية بس حزهم وحش لان كيركي بيدخل عليهم وبتحصل بينهم مشكلة وبيقطع شعر كيركي وبيهرب هو وباتي لكن كيركي بيلاقيهم وبيحطوله بيلي على الارض ويتزحلق ويقع على الارض يهديه وبيخلص نص السنة ولسه ملقاش اللي بيدور عليها وفي مرة هو مستني يوم الخميس واحدة بتخش عليه وبتقول له يبطل يدور عليها لانها مش معجبة بيه حتى ولا بتحبه وانها غلطت وانه حيوان وكلام مهزئته فبيجري وراها علشان يلحقها لكن بتهرب منه وبيقول لسه ما شافش وشها وبيفضل يجري وراها لكن في النهاية بتختفي وبيحكي الويندي عن اللي حصل وبيكتئب شوية وهي بتوسيه بعدها بيلعبه بالمخدات واخر السنة قرى بييجي ولسه ما عرفش هي مين وكان عنده محاولة اخيرة علشان يعرف هي مين وبيقفوا قدام المبنى وبينادي بأعلى صوت ويحكي اللي حصل بينهم وبيقول كلام رومانسي علشان اللي بيحبها تقتنع انها تطلع له والبناء كلها بدأت تعجب بيه لكن فيه واحدة بس هي اللي ما طلعتش من الشباك وبتكون باتي وساعتها بيعرف ان هي اللي بيدور عليها فبيروح لها ويكلمها لكن هي بتقول له انهم مش هينفع يكمله مع بعض لانه ما بيحبهاش هي وبيحب اللي قابلها في الأسانسير مع انهم نفس الشخصية وبياخب بعضه وبيمشي وفي النهاية السنة بتخلص وبيعمل شوية شقلبازات بعدها بيعرف رود على دورة لانه كان معجب بيها وسيلفيا بتتمرم فنون دفاع عن النفس وبتبدأ تحب ويندي لانهم لتنين شمال ومسي ومزيته الجديدة بيلعبوا ماتشو قدام كيركي وصاحبه وبيغلبوهم وقرمتهم بتتهان وفي مرة بيطقطع النور على رود ودورة في الأسانسير وبيعملوا زي ماسيو وبسبب الجو الشاعري والشموع المشاعر بتاخد ماسيو بيغري على غرف باتي وبيدخل عليها ويقفوا يبصوا البعض في مشهد رومانسي وكده خلصنا فيلم العيال اللي ملهاش أهل دي اشوفكم الفيلم الجاي سلام